عايز افهمه عشان برضو في حاجات انا مش ببقى فهمها اولا تمام في ناس كتير انتخذت فكرة خروج الكابتل محمد عادل من القائمة الدولية رأيك ايه؟ رأيي؟ بص احنا لازم نكبر حكامنا لازم نكبر ولادنا طالما ان الفيفا ما عملش معايير للسن انا ما بابعت الحكم بتاعي محمد عادل تاريخ كبير جدا 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 في التحكم المصري خلينا اتطفق على ده وكل الناس عارفة ده كبير انا ممفعش اتعامل مع محمد عادل بالطريقة دي محمد عادل لو انا عايز استبعد محمد عادل او استبعد الحكام الكبرى الفكام انا على فكرة كنتم ممكن اقعد معهم اهيئهم نفسيا للكلام ده كله في وسط الموسم او في نص الموسم او في وقت المتاح ليا او الوقت المناسب ليا لكن انا اشيل حكم ده وليب قيمة محمد عادل بطريقة ما لا ده مش مقبول بالنسبة لي انا ممكن اكون اتفاهم معاه ده انا اشيلك اوه لو أنت ما عندكش فرصة أنك تلعب لكن كل الحكام عندك فرصة بدليل أنت عندك محمود عشور حكم الدول الكبير لعب 2 أولمبيات 2 أولمبيات ومرشح لكاس العالم عشور النهاردة 47 أو 48 سنة إذن هنا الفيفا ما فيش معايير للسن فبالتالي أنا كنت يعني مش شايف أن خروج محمد عادل بالطريقة دي لا ما ينفعش ما ينفعش طيب ما ينفعش